مع تمسك هولندا بمواقفها على خلفية أزمتها مع تركيا إثر منعها دخول وزراء أتراك ودعوة المفوضية الأوروبية للتهدئة يبقى التصعيد هو سيد الموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخلال خطاب له في أنقرة اعتبر ما قامت به هولندا إهانة للأعراف الدولية بالنسبة للدول الراغبة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي لم يعد رمزا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات تصر الحكومة التركية على تقديم هولندا اعتذارا رسميا لها وفتح تحقيق بما تعرض له وزراؤها والجالية التركية من قبل الشرطة الهولندية جبلة من الإجراءات ستتخذها أنقرة أعلنها نعمان قرط الموج المتحدث باسم الحكومة قررنا حظر السفير الهولندي الذي هو حاليا في إجازة من العودة إلى تركيا حتى يتم تلبية مطالبنا قررنا تعليق اجتماعات رفيعة المستوى والاجتماعات المخطط لها على المستوى الوزاري أو مستوى أعلى هذا وقررت الحكومة التركية تقديم توصية إلى البرلمان لإلغاء جمعية الصداقة التركية الهولندية فضلا عن حظر الرحلات الجوية للدبلوماسيين الهولنديين واستدعوات للحكومة من قبل سياسيين أتراك لإعادة النظر في الاتفاقية الأوروبية التركية وفي غضون ذلك تتسع دائرة التوتر لتشمل دولاً أوروبية جديدة النمسا أعلنت عزمها منع أي وزير تركي لحجد التأييد للاستفتاء فيما اقترح رئيس وزراء الدنمارك تأجيل زيارة مقررة لنظيره التركي بن علي الدرم وأعلن وزير الداخلية الألماني معارضة بلاده لمجيء وزراء أتراك إلى بلاده بهدف التجمعات الانتخابية وعلى وقع الانتخابات التشريعية في هولندا والتي من المتوقع أن تتصاعد فيها أصوات اليمين المتطرف يتوقع مراقبون على صعيد الداخل التركي الذي تفاعل مع الأزمة من منطلق المساس بقوميته وبهيبة الدولة إنعكاساً يجعل العلاقة التركية الأوروبية مفتوحة على كل الاحتمالات اشتعل فتيل الأزمة مع هولندا ولن يهدأ إلا بجملة من المطالب تصر عليها تركيا وهو ما يعتبره البعض رد اعتبار لحكومتها قد يترجمه الشارع التركي عبر صناديق الاستفتاء سوزان سالمي أوريانت نيوز إسطنبول